السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ده مثال الاختبار بتاع Structural Design Professional Certification. فبيقول which type of the parameter is specified to a single project file. but it's not assigned to category. ايه نوع البرامتر اللي بيبقى موجود لمشروع واحد بس. يبقى احنا هنستثني a shared parameter. تمام. وما بيكونش assign to category معينة. تمام. فبرضو احنا كده استثنينا shared parameter وال family برضو. اللي ممكن تتحضر كذا مشروع. البروجيكت برامتر ده بيبقى الكاتوجري. البروجيكت برامتر لما تجي هنا في قائمة manage. هتلاقي البروجيكت برامتر. تمام. لما بتقوله add. بتلاقي ان هو ينفع يبقى موجود لك تجرم عنه زي views مثلا او sheets او walls. فهيتبقى لنا global parameter. global parameter عبارة عن ايه? اننا لو برسم حيطة وباب فممكن يبقى فيه global parameter بينهم. يعني خلينا اقول له wall. وخلينا نحط مثلا دور. اهو. ممكن نجي هنا. ونخلي ده global parameter. بان انا هاجي هنا. واقول له زود لي parameter. وليكن مثلا اكس. فهم هو automatic balance طيب. ممكن نجي هنا. واقول له دوت. البرامتر دوت. خليه اكس. فده مش مرتبط بكاتيجوري. ومش موجود في اكتر من مشروع. طيب نشوف السؤال بعد كده بالمرة. under work sharing is belissating. which of the film can use to base the color of the element in the view? طيب. الowners والwork set. طيب نفهم. نجي هنا. لو انا جيت هنا. والتلو انا عايز الوان به. الونر. رابط بيبدأ شوف. الونر. طب انا عايز اخليها. موضل update لو فيه update او check out status. فانا عندي الونر والwork set. وتقدر تحكم في الالوان بان انت لو جيت هنا. ممكن تقول له check out status او تقول له work set. فتبدأ تختار الالوان. ان ن